أهلا بكم أكد أوليكساندر تورتشينوف رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أكد على الحاجة الماسة لفرض نظام التأشيرة مع روسيا واعتبر تورتشينوف أن الشرق الأوكراني هو الحدود التي تحمل حضارة من العدوان الروسي ومن تغلغ للتكنولوجيا الهجينة التي يستخدمها الكريملين في استفزازاته من جانبها أعلنت وزارة الخارجية هذا الطرح وأكدت استعدادها لإدخال نظام التأشيرة مع روسيا وزير الخارجية بابلو كليمكين شدد على ضرورة تقييم جميع المخاطر المحتملة من هذا القرار فيما اعتبر الرئيس بيترو بورشينكو أن حل هذه المشكلة من اختصاص نواب البرلمان هذا الاقتراح توجه به أيضا رئيس البرلمان الأوكراني أندري باروبي بعد اعتقال الصحفي رومان سوشينكو في موسكو